بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع شرح المسألة الرابعة في المحور الثالث الذي بيعلمان Velocity Analysis والسؤال هنا هو البحث عن وحساب Position and Linear Velocity of the point G on the connecting road which has the least velocity relative to the crank shaft مطلوب هنا تحديد مكان النقطة التي عليها أقل سرعة بالنسبة للكرانكشافت فالنقطة G هذه ممكن نحددها بداية من رسمة Velocity Diagram وهي أقل سرعة ستكون أقل مسافة باحتسابها من النقطة O على الضلع أو السيجمنت BP أقل مسافة هي نتحصل عليها برسمة عمودية على البيبي أول ما رسمنا هذا الخط العمودي على البيبي نقيس هنا بايم جيرمن نتحصل على الفيكتور بي نتحصل على العفوا نتحصل على الفي جي على الفي جي بين الأو والنقطة G وأيضاً الفكتور بي جي هذه هي سرعة الجي بالنسبة لدي الب by measurement تساوي 5 meters per second The position مكان النقطة G on the connecting road is obtained as follows بهذه الطريقة BG تقسيم ال-BP في ال-Velocity Diagram يساوي ال-BG على ال-BP في ال-Space Diagram على طول نسحب ال-BG تساوي كم BG تقسيم ال-BP على ال-Velocity Diagram ضرب ال-BP في ال-Space Diagram يساوي 5 تقسيم 6.8 ضرب 2 متر تساوي 1.47 متر By measurement we find that the linear velocity of point G VG هي ال-Vector OG ال-Vector OG هو هذا تساوي 8 متر per second